يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول السائل توفيت والدتي رحمه الله ولم تصم رمضان في آخر سبع سنوات من حياتها بسبب مرض الفشل الكلوي هل يجوز إخراج الكفارة نقداً؟ ولو كان جائزاً نقداً فهل لأن أخرجها لأطارب لنا محتاجين؟ الذي مرضه مزمن لا يرجع شفاءه وأفطر من أجله هذا يطعم عنه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين عن كل يوم فدية طعام مسكين فتفديها تتصدق عنها لكن بالطعام لا بالنقود تتصدق عنها بالطعام لأن الله قال طعام مسكين طعام معروف نعم يقول هل لي أن أخرجها لأقارب لنا محتاجين؟ لا ما في مانع الأقارب حق من غيرهم إذا كانوا محتاجين نعم